بيبدأ المسلسل مع نادية واللي بتشتغل كمبرمجة ألعاب وفي يوم عيد ميلادها الستة وتلاتين بتعمل لها مكسين صداقتها حفلة في شقةها واللي بتكون في مبنى كان مدرسة يهدية من سنين وبتدخل نادية الحمام عشان تزبط نفسها وبعدها بتخرج تقابل مكسين صداقتها واللي بتديها سجارة فيها مخدر الكوكاين فبتشرب نادية منها وبعدها بتيجي صداقتهم التالتة لتزي وبيتكلموا سوا عن تصميم المكان اللي بيبقى هما بنفسهم اللي عملوا فكرته ونفذوها فبتقطعهم نادية وبتحكي لهم عن القط بتاعها اللي مرجعش البيت من ثلاثة يام وبتقول لها لتزي انها ما كانش المفروض تسمح له يخرج من البيت فبتقول لها نادية ان مش من حق اي حد يمنع مخلوق انه يستمتع بحريته وانها متأكدا في حاجة وده لانه ما بيعودش برا البيت اكتر من يومين فبيحاول صحابها يوسوها وبعدها بتقف نادية عنده حض اسمك ماكسين وبتسمع واحد اسمه مايك وبيتريع على منظمة الجواز الفشلة فبتسأله ماكسين لو هو عنده اطفال وبتعرف ان عنده ابن فبيقعدوا يتكلموا سوا شوية وبيظهر اعجابهم ببعض وبيقرار انهم يرجعوا البيت سوا وبيخرجوا من الحفلة وفجأة بتشوف نادية متشرد واقف في الشارع بيطلب من الناس فلوس فبتحس انها تعرفه وبتقف تبص عليه شوية لكن بعدها بتطلب من مايك يروح ويشتروا حاجات من الماركد وهناك بتشوف نادية فيران صاحب المحل هو داخل مع صديقه واللي بيكون سكرانه وبيوقع حاجات في الارض فبتسأله عن صديقه فبيقولها انه بيمر بظروف صعبة وبعدها بتخرجوا هيه ومايك وبيرجعوا سوا البيت وبيفضلوا يتكلموا شوية لكن بتعرف نادية ان مايك بيدخل في علاقة مع تلاميزه في الكلية فبتقرر انها تطلب له اوبر وبتخليه روح وبعدها بتقعد تشتغل شوية ومن غير ما تاخد بالها بتيجا عربية تخبطها وبتموت نادية في لحظتها وفجأة بتفوق نادية وبتلاقي نفسها في الحمام اللي في بيت صديقتها فبتخرج بسرعة وبتلاقي انها في حفلة عيد ميلادها فبتروح تتكلم مع ماكسين واللي بتعرض عليها نفس سجارة الكوكاين فبتستغرب نادية جدا وبتفضل تبص لها بشكل غريب وبتروح لحوض السمك اللي كانت عنده قبل كده وبعدها بتسمع مايك وهو بيتكلم عن نفس منظومة الجواز فبتقولوا انها عارفة انه عنده ابن فبيسألها لو هم يعرفوا بعض فبتقولوا ان حسن عندها زهايمر فبيقول لها مايك ان ما عندها زهايمر لانها بتفتكر فبتسيبوا نادية وبتروح تقف مع روس صديقة والدتها وبتقرر انها تحكي لها احساسها بان اليوم كله بيتعاد بنفس تفاصيله وده معدل محادسة اللي بتحصل بينهم لانها جديدة وما تكررتش قبل كده فبتغير روس الموضوع وبيتكلموا سوا عن والدة نادية وبعدها بتارد عليهم ماكسيني نادش يغالهم الاغاني بتاعتها لكن اول ما بتسمع نادية الاغنية بتفتكر اللحظة اللي ماتت فيها وبتنهر من العيات وبتسيب الحفلة وبتدخل الحمام وهناك بتلاقي لدزي وصداقتها فبتحكي لهم عن يومها اللي بيتعاد وعن احساسها انها ماتت قبل كده لكن جون بيقاطعهم واللي بيبقى حبيب نادية السابق وبيقف مع نادية عشان يتطمن عليها وبعدها بيخرجوا يعودوا مع بعض وبتحكي له نادية كل حاجة حصلت بالتفصيل اليوم اللي ماتت فيه لكن جون ما بيكونش عنده تفسير للموضوع وبيبقى بيحاول يثبت لها انه مصدقها لكن بما انها سليمة قدامه فده معنى ان الحادثة اللي حصلت لها مقصرتش فيها في حاجة فبتغير نادية الموضوع وبعدها بتخرج معا من الحفلة وفي الطريق بتشوف نفس الشخص المتشرد فبتسأله لو هم يعرفوا بعض لكن المتشرد بيقولها انه ما يعرفهاش وبتتخيل نادية القط بتاعها وبتبقى عايزة تعد الطريق لكن اول ما بتعديه بتيجي عربية بسرعة كبيرة وقبل ما بتخبطها بينقذها جون على اخر لحظة وبيحس انها مش كويسة وبيطلب منها ترجع البيت فبتتعصب نادية وبتقوله انه المفروض يدور معاها على القط بتاعها لكن جون بيقولها انه كان عايز يرجع معها البيت بس دلوقتي يحاسس انها مش كويسة ولازم ترتاح فبتتعصب نادية عليه وبتسيبه وبتمشي وبتفضل تدور لوحدها على القط بتاعها لحد ما اخيرا بتلاقيه وبتقعد معاها على مكان بيطلع البحر لكن فجأة بتبص عليه وبتكتشف انه اختفى وكأنه اصلا ما كانش في ايديها وهي بتتخيل فبتتخض جدا وبتقع في المياه وبتموت وفجأة بتصحى نادية من تاني وبتلاقي نفسها في نفس الحمام بتعبت صديقتها وبتبقى بتطلع معاها من بقها وكأنها كانت فعلا في البحر فبتخرج بسرعة من الحمام وبتسأل ماكسين لو في اي حاجة في السجارة دي غير الكوكايين فبتقول لها ماكسين ان حتى لو في حاجة فهم اتعاطوا قبل كده حاجات كدير وبتقول لها نوم زي السراصير ما بيموتوش بسهولة فبتتاريق نادية وبتقول لها انها فعلا ماتت وبيتخنقوا سوا فبتخرج نادية من الحفلة بسرعة وبتبقى هتتكعبل على السلم لكن مايك بيلحقها على اخر لحظة وبيطلب منها تخلي بالها بعد كده فبتمشي نادية وهي منهارة وبتقرر انها تحاول تخلي بالها من نفسها وفي تاني يوم بتسحى نادية من النوم ويف بيتها وبيبقى معاها سجارة الكوكايين اللي اخدتها من ماكسين فبتقرر انها تحاول تعرف محتوياتها فبتتصل بماكسين وبتسألها عن الشخص اللي جابت منه السجارة وبتكون عرفاه وبعدها بتروح الماركت وهناك بتسأل فيران عن اخبار صديقه اللي كان بيمر بظروف صعبة فبيقول لها انه مش فهم انه صاحب اللي هي بتتكلم عنه فبتحاول نادية تفكره بالوقت اللي جات فيه مع مايك وشافه صديقه وهو بيوقع حاجات على الارض وما كانش متوازن فبيعتزر لها فيران وبيقول لها انه مش فاكره فبتخرج نادية من المحل وبتتصل بتاجر المخدرات اللي ماكسين قالت لها عليه وبتطلب منه يتصل بيها لما يفضع عشان عايزة تقابله وبعدها بتروح اجتماع في الشركة اللي بتشتغل فيها وبيظهر انها زكاية جدا وبتقدر تحل كل المشاكل اللي بتقابلها في وقت قصير وبعدها بتجيلها مكالمة من تجر المخدرات واللي بيقول لها على مكان تقابله فيه فبتروح له نادية بسرعة وهناك بتسأله عن محتويات السجارة فبيقول لها انها كوكاين لكن مش هو اللي عاملها بنفسه وانما شخص جديد بيشتغل معاه وبيعرفها كلمة سر المخبأ اللي بيستنعه في المخدرات عشان لو حب تيجي وبتخرج نادية وبتتصل بجون وبتسأله لو السجارة اللي شربتها مبارح سببت له اي مشاكل فبيقول لها انه كويس ومش حاسس بحاجة فبتقول له نادية انها بتنهار عصبيا ومش عارفة ايلي بيحصل لها وبتقول له انها متأكدة انها ماتت مبارح فبيقول لها جون انه ممكن يلغي معاهده ويجي يطمن عليها لكنه عارف انها تهرب منه كالعهده فبتتخانق نادية معاه ومش بتركز في الطريق فبتقع في بلاها عميقة وبتموت بسببها وبعدها بتفوق نادية وبتلاقي نفسها في حمام المدرسة اليهودية في حفلة اي جميلادها وبتتعصب جدا وبتخرج تتخاني مع ماكسين اللي اديتها السجارة ودمرت حياتها وبعدها بتخرج من الحفلة وبتروح لتاجر المخدرات اللي عمل السجارة وبتوصل للمخبأ السر بتاعه وبتقول كلمة السر اللي بتطلع صح وبتدخل تقابل التاجر واللي بيرحب بها وبيقول لها انه بقاله كتير ما شافهاش وده على الرغم من ان نادية المفروض كانت لسه مقابلة في نفس اليوم وكمان عارفت منه كلمة السر وبتسأل نادية الدكتور اللي عمل السجار وبتعرف ان ما فيش فيها كوكاين وانما مادة الكتامين واللي بيتم استخدامها للتأقلم مع حالات الاكتئاب وكمان مع مرضى السرطان اللي ما فيش امل في علاجهم فبتتعصب نادية جدا وبتقوله ان السجارة دي دمرت لها حياتها وانها من ساعة ما شربتها وهي تموت وبترجع تاني للحياة فبيسألها الدكتور لو فيه اي امراض عقلية في تاريخها العقلي لكن نادية بتنهره بتقوله ان مش هي السبب وانما السجارة دي هي السبب وبتمشي وبتسيبه وبعدها بتخرج من المكان وفجأة بتشوف قدامها في رانو وماشي مع صديقه اللي بيبقى ساكرانه ومش في عيو فبتجري عليهم بسرعة لكن بتقع من تاني في نفس البلع وبتموت وبعدها بتفوق في نفس حمام صدقتها ماكسين وبتخرج تتخاني معها تاني وبعدها بتخرج من الحفلة لكن المرة دي بتقع من عالسلم ورقبتها بتتكسر وبتموت وبعدها بتفوق من تاني في الحمام وبتخرج تتخاني برضو مع ماكسين وبتمشي من الحفلة لكن بتقع عالسلم وبتموت وبيتكرر معها نفس الموت 4 مرات وفي اخر مرة بتقول لي ماكسين ان السجارة اللي هي بتشربها فيها مادة الكيتامين واللي بتستخدم في علاج مرضى سرطان فبتقول لها ماكسين انهم شربوا الكيتامين قبل كده وما حصلهمش حاجة وبتفتكر نادية انها فعلا شربته قبل كده وكانت كويسة فبتقرر انها ما تخرجش تاني من الحفلة وبتفضل فيها لحد تاني يوم والصبح بتطلب من ليدزي تنزل معها من سلم الطوارئ بدل السلم الداخلي وبتبقى خايفة انها تموت تاني وبتنزل نادية اخيرا بأمان ومن غير ما تموت وبعدها بتقرر تروح لصديقة والدتها روس واللي بتبقى طبيبها نفسية وبتقعد معها تحكي لها عن اللي حصل لها عن كم الحوادس اللي تعرضت لها فبتعرض عليها روس انها توديها مساحة عقلية وبتوافق نادية وبتركب عربية المصاحة وبتوعدها روس انها تيجي وراها وفي العربية بيفضل مسؤولين يسألوها اسئلة مستفزة وبتتعصب نادية جدا وده لانهم بيعملوها كأنها مجنونة فبتطلب منهم انها تنزل من العربية لكنهم بيرفضوا وبيبقوا عايزين يحقنوها بمادة مهدئة لكن نادية بترفض وبتتخاني معاهم وبسببها بيتشتت السواق وبيعمل حادثة وبيموتوا كلهم وبتصحى نادية تلاقي نفسها في المدرسة اليهودية لكن في تاني يوم من الحفلة فبتقرر انها تنزل من سلم الطوارئ لوحدها وبتروح تشتري لنفسها قهوة ولما بترجع بتلاحظ وجود جملة مكتوبة باللغة العبرية على مبنى المدرسة فبتصورها وبتطلع من تاني لصحابها وهناك بتسألهم لو حد عنده فكرة عن معنى الجملة فبتقولها صديقتها مكسيني انها ممكن تروح للحخام اللي سكن قريب منهم وتسألوا عن معناها فبتروح نادية فعلا للحخام لكن السكرتيرا بترفض دخلها وبتقولها ان لازم جزء هو اللي يدخل فبتتصل نادية بجون وبتترجع يساعدها وبيوافق جون وبيجي لها المكان اللي هي فيه وبعدها بيدخل للحخام وبيقرأ من الورقة اللي نادية كتبتها له وبيلاني الأسئلة كلها ليها علاقة بالأشباح والأماكن المسكونة لكن الحخام بيقوله ان ما فيش مباني مسكونة ولا فيه حاجة اسمها أشباح وان الشخص اللي كاتب الحاجات دي بيحاول يهرب من الواقع فبيحس جون بالإحراج وبيخرج يتخانق مع نادية بسبب اللي هي كتبت وبيطلب منها تشرح له إلي بيحصل معيها لكنها بتقوله انها مش هتقدر تشرح له أي حاجة وبعدها بيرجعوا سوا البيت وبيقضوا اليوم مع بعض لحد ما بيعرض عليها جون انهم يرجعوا البعض تاني لكن نادية بترفض وبتخرج من البيت ويا سكرانة وبتتخانق مع كل اللي ماشين في الشارع لحد ما بتوصل للشاب المتشرد اللي بتشوفه كل مرة فبتقف معه شوية وبعدها بتلاقيه واقف من غير جزمة وبتعرف انها تسرقت منه في الملجأ اللي كان بايت فيه وبيقولها انه مش يرجع تاني لانه ما بيحبش يقش وسط الحرمية وبيعرض عليها ان يقصلها شعرها وبتوفق نادية وبتروح معاه في المكان اللي بيبادفي في الشارع وبعد ما بتقص شعرها بتنام جنبه في الشارع وبسبب درجة الحرارة بتموت نادية من البرد وفي تاني يوم بتصحى وهي في حمام المدرسة وفوقت ايدي الميلاد فبتقرر انها تخرج بسرعة عشان تدور على المتشرد لكنها مش بتلاقيه في الشارع وبتعرف انه في الملجأ فبتقرر انها تروح له وهناك بتلاقيه بيجهز نفسه عشان ينام ويبقى لابس الجزمة واللي تسرقت منه قبل كده فبتقوله نادية انها عارفة انه ما يعرفهاش لكنها تنام جنبه عشان ترايب جزمته وما بيهتمش بها المتشرد وبينهم وفي نص الليل بتصحى نادية على صوت واحدة بتحاول تسرق جزمة المتشرد فبتمنعها وبعدها بتكمل نوم وفي تاني يوم بيصحى المتشرد واول ما بيشوفها بيقولها انه عايز يقص لها شعرها وبعدها بتيجي لنادية يرسلها من الشركة بان فيه اكتماع لازم تحضره فبتركب نادية الأسانسير وهناك بيظهر نفس الشخص اللي كان مع فيرن لكن نادية مش بتتعرف عليه وفجأة بيتعطل الأسانسير وبينزل بسرعة ناحية الأرض وبيترعب كل اللي في الأسانسير وده معادة نادية وصديق فيرن فبتستغربه نادية جدا وبتقوله ازاي مش خايف وهو على وشك الموت فبيقولها الشاب انه مات كتير قبل كده وبتقطعهم خبطة الأسانسير في الأرض وكل بيموت وبنرجع بالزمن 24 ساعة قبل ما ألن صديق فيرن وناديا يتعرفه على بعض وبنشوف ألن هو وقف في حمام بيته وبيقول رقم عشرة واللي بيكون عدد المرات اللي عاش فيها نفس اليوم وبيبقى عامل لنفسه روتين معين بيخلصه وبعدها بيخرج من بيته وبيوقف قدام بوابة العمارة وبيفضل واقف لحد ما بيوصل الراجل عجوز ساكن في نفس العمارة فبيفتح له ألن الباب وكأنه متوقع انه هيجي في الوقت ده وبيشكره الراجل العجوز وبيدخل الأسانسير وبيمشي ألن في الشارع وحاطت السماع في ودانه في الوقت ده بتعدي نادية من جنبه وهي بتتكلم في التليفون لكنهم ما بيبقوش عارفين بعض وبيوصل ألن لبيت حبيبته بيترس وبيبقى حاطت خاتم الزوج في جيبه وبيظهر انه كان عايز تقدم لها وبيقعد ألن معها وبيبقى عارف كل كلمة هتقولها فبيرد عليها قبل ما تتكلم وبعدها بيقولها انه عارف انها هتنفصل عنه فبتاعتذر له بيترس وبتقوله انها ما بقتش قادرة تتعايش مع الوضع وده لانه شخص متمسك بالتفاصيل بشكل مبلغ فيه وكمان مش مرن فبيقولها ألن انه كان هيارض عليها الجواز فبتاعتذر له بيترس وبترفض عرضه فبيمشي ألن ووحزين وبيرجع البيت وبيفضل ياكل واشرب لحد ما بينام وفي تاني يوم بتجيله رسالة من فران بيطلب منه فيها انهم يتقابله فبيقوم ألن ينضف البيت وبعدها بيقف قدام بباب شاقته وكأنه مستني حاجة معينة وأول ما بيسمع صوت الأسانسير بيفتح الباب وبيشوف جارته فبيقولها انه انفصل عن حبيبته وعشان كده هي مش محتاجة أكل السمكة بتاعته تاني وبيديها حساب الأسبوع للتفقق عليه فبتشكره جارته وقبل ما تدخل شاقتها بيسألها ألن عن رأيها فيه فبتقوله انها بصراحة وما كانتش عمرها هتفكر تتكلم معاه لولا انه بيديها فلوس فبيشكرها ألن على صراحتها وبينزل يقابل فيران صديقه وبيحكيله عن انفصل بيترس عنه ورفضها العرض جوازه فبيستغرب فيران جدا وده لان بقالهم مع بعض أكثر من 9 سنين وبيقوله ان العلاقات اللي من الجامعة ما بتستمرش في الغالب وعشان كده علاقته ببيترس علاقة ندرة وكان لازم تستمر فبيقوله ألن انها مش الشخص المناسب ليه فبيستغرب فيران وبيسأله ازاي بيتكلم عن الموضوع بالهدوء ده وبيبقى ألن مش متأثر وده لان بيترس بتنفصل عنه كل مرة يومه فيها بتتعد وعشان كده بيبقى تعود على الصدمة وبعدها بيمشي ألن وبيروح يزور والدته واللي بتبقى بتشتغل في نفس الملجأ اللي المتشارد كان فيه واللي نادية كانت بيته فيه وبيبلغ والدته انه عرض الجواز على بيترس وينها وفقت فبتفرح والدته جدا وما بتكونش مصدقة نفسها وبعدها بيركب ألن الأسانسير في الوقت اللي بتبقى نادية فيه وبنرجع لنفس الحادثة اللي حصلت واللي بيموتوا هما الاتنين بسببها وبعدها بتفوق نادية وبتلاقي نفسها في حمام ماكسين وبيلاقي ألن نفسه في حمام بيته وبتقرر نادية انها تدور على ألن بأي طريقة في الوقت ده بيكمل ألن روتينو اللي بيتكرر في كل مرة بيتعاد فيها يومه وبيوقف برضه عند باب العمار عشان يفتحوا لحظة وصول الراجل العجوز وبعدها بيروح لي بيترس حبيبته اللي بتنفصل عنه لكن المرة دي بتقوله سبب مختلف وهي انها خانته مع مايك واللي بيبقى الدكتور بتاعها في الجامعة وبيتصدم ألن وبيتريع على الطبيب اللي هي نفسها كانت بتتريع عليه معاه وما بيكونش مصدق انها بتتعامل بالإزدواجية دي فبتقوله بيترس انها كانت عايزة تنفصل عنه وتعترف له بإعجابها بمايك لكنه ما كانش بديها فرصة بسبب حسسيته وعشان كده هيخافت انها تجراحه فبيخرج ألن ومتعصب ومش مصدق ان حبيبته اللي يعرفها بقاله 9 سنين خانته وبيرجع لبيته وحزينه متعصب وبيفضل يأكل ويشرب لحد ما بينام وفي تاني يوم بتفتكر نادية خاتم الجواز اللي شافته في جيب ألن وبتعرف اسم المحل اللي اشترى منه فبتقرر انها تروح تسأله عشان توصل لإسمه وبتدخل للموظفة المسؤولة وبتمثل انها عايزة تعرف لو خطبها اشترى لها خاتم الجواز المناسب وبتوصف لها طوله وشكله وبعدها بتسأله عن اسمه فبتستغرب الموظفة جدا وبتسأله ازاي ما تعرفش اسم خطبها فبتجدب نادية وبتقول انها بتعاني من مشكلة في ذاكرة الأسماء لكن الموظفة بتطردها برى المحل وبتقول لها ما تجيش تاني فبتفتح نادية تقييم المحل وبتلاقيها ريفيو من ألن وبتعرف اسمه وكمان المكان اللي هو ساكن فيه فبتروح تستنى هناك وبتشوف جارته وبتطلب منها تفتح لها الباب لحد ما ألن ييجي لكن الجارة بترفض انها تساعدها وبتقول لها انها حس انها قاتلة متسلسلة وبتقفل الباب في وشها فبتفضل نادية وقفة لحد ما قال النفسه ييجي في الوقت ده بيبقى ألن قاعد مع صديقه فيران وبيحكي له خيانة صديقته ليه فبيقوله فيران انه اصلا ما كانش بيحبها وكان شايف انها مش مناسبة ليه وانه ما كانش يقدر يقوله حاجة لانها كانت طول الوقت قاعدة معاه وبيستغرب ألن جدا في ان الناس كل مرة بيتغير كلمها وبعدها بيرجع البيت وهناك بيلاقي نادية وقفة مستنياه وبتسأله عن اللي بيحصل لهم وبتطلب منه يكتشفه أسباب اللي بيحصل سوا فبيقولها ألن انه مش عايز يكتشف حاجة وانه تعود على اللي بيحصله وبقى مسيطر عليه وبيتهمها عنها السبب في اللي بيحصله وده لانه من ساعة ما قابلها واكتشف ان حبيبته كانت بتخونه فبتقوله نادية انه ملهاش علاقة بان حبيبته وشخص مش مخلص وبيضربه وبيكسرله المكتب وبعدها بيمشي وبيظهر ان مايك هو نفس الشخص اللي روح مع نادية البيت اول مرة واللي عارفت انه بيدخل في علاقة مع طالباته وعشان كده طردته وبيروح ألن يتمشي على البحر وبيطلع خاتم الزواج وبيرميه وفجأة بتيجي سعاقة كهربية على الماية اللي هو واقف عليها وبيتكهرب وبيموت وبعدها بيصحى وبيكتشف ان الخاتم مش موجود فبيلبس يدومه وبيقرر ان يروح حفلة تعيب ميلاد نادية وهناك بيلاقه قدامه مايك فبيتوتر جدا وما بيكونش مركز فبتسأله نادية عن سبب توتره وبتعرف ان الشخص اللي حبيبته وخليته معاه موجود في نفس الحفلة فبتطلب منه ما يهتمش بالموضوع ده ويركز معاها لان اللي هما بيتكلموا فيه مسألة حياة وموت حرفيا وبتسأله عن السبب اللي ممكن عشانه وبيحصل لهم كده فبيقولها انه شايف انه ده عقب اخلاقي بسبب انهم عملوا حاجات وحشة في حياتهم لكن نادية بتقوله انها مش متفقة معاه وبتخليه يدخل معاه الحمام اللي بترجع له كل مرة وبتقوله انها مؤمنة ان فيه جاذبية غريبة في الحمام عاملة زي السوق بالاسود فبيتريق قلن عليها وبيقولها انه مش مقتنع فبتقوله انها تطبق نظريته الاول وبعدها فكره في نظريتها وبتخرج تسأل كل اللي في الحفلة لو هي عملت فيهم اي حاجة وحشة وبتعترف لها ليدزي وماكسين انها فعلا عملت معهم مواقف وحشة لكنها بتبقى مواقف بسيطة وبعدها بتخرج مع قلن من الحفلة وفي طريقها بتقابل جون وبتسأله عن اخباره واخبار بنته فبيسأله جون عن سبب اهتمامها المفاجئ وده لانهم لما كانوا مرتبطين كان بيترجعها تيجي تقابل بنته وهي رفضت فبتقوله نادية انها بتسأله من باب الادب مش اكتر فبيتعصب جون وبيمشي وبيسيبها فبتتريع عليه نادية وبتقوله انه شخص عصبي وعشان كده سابته فبيسألها قلن لو هي شايفة ان اسلوبها مش مستفز فبتفكر في كلامه وبتكون عارفة انه عنده حق فبتقرر انها تعتذر لجون وبتطلب منه يخليها تقابل بنته عشان تتعرف عليها وبيفرح جون جدا وبيوافق وبيرجع وسوا البيت الوقت ده بيروح قلن يبص على مايك وبيشوفه وبيحاول يتقرب من ماكسين وبيعرف انه مش بيحب بيترس فعلا فبيمشي ومتعصب وبيركب عجلة بيلاقيها عالطريق وبيرجع البيت وفي تاني يوم بتصحى نادية ومعها جون وبتقوله انها تجيب كتاب من بيترس عشان تدي البنته لما تقابلها وفي البيت بتدور نادية عالكتاب لحد ما روس تصحى وبتدهولها بنفسها وبتلاحظ نادية ان التفاح اللي عالطرابيزة بتاع روس بايز لكنها ما بتهتمش وبعد شوية بتارد عليها روث انها تعملها شاي واول ما بتولق النار البيت كله بينفاجر وبيظهر ان كان فيه تسريب في الغاز فبيخمن قلن ان هما الاتنين بيموتوا في نفس الوقت وبعدها بيقولها انه متأكد انه مش شخص شرير زي ما هو كان فيكر وبيشاور على مايك اللي بيبقى عاد بيتكلم في التليفون مع بيترس وبيقولها انه هو ده الشخص شرير واللي المفروض فعلا يتعاقب وبيقاطعهم جون اللي بيسلم على نادية واللي بتقوله انها هتعوضوا عن اليوم اللي مراحتش فيه لزيارة بنته وبتطلب منه يستنيها لحد ما تجيب كتاب من بيترس وكمان تنقذها من تسريب الغاز اللي يحصل بكرة في الوقت ده بيروح ألن يتخاني مع مايك وبيقوله انه شخص قذر ومش مخلص ومش فهم ليه بيترس حبته اصلا وبعدها بيهجم عليه وبيضربه وبتيجي ماكسين تطردهم من البيت فبيتصل ألن ببيترس وبيقولها ان حبيبها بيخونها مع ميد بنت في نفس الوقت لكن بيترس مش بتصدقه وبتطلب منه يتصل بها لما يفوق وبتكون فاكرة انه سكران وفاجأة بتيجي عربية تخبطه وبيموت وبعدها بيفوق وبيروح لحفلة نادية واللي بتبقى هي كمان ماتت بسبب نفس الحادثة بتاعت انفجار الغاز وبيبقوا شبه متأكدين انه هما الاتنين بيموتوا في نفس الوقت وبيجي جون يقاطعهم فبتخرج نادية معاه وبيخرج ألن وراها وحزين وفي الطريق بيبقى فيه بنتين ماشيين قدامه وبيفتكروا انه ماشي وراهم فبيرشوا عليه مية خليه ما يشوفش فبيموت ألن من انخضة في الوقت ده بتروح نادية لبيت رص وبتدور على الكتاب وفي نفس الوقت عشان تبلغ عن تسريب الغاز وفي الوقت اللي بتبقى وقفة فيه ومديها ظهرها لغرفة رص بيجي شخص يضربها بالنار من ظهرها وبيظهر انه نفسه رصه اللي بتكون فاكرة حرامي وده ان اهل الحي قالولها ان فيه حرامي في المنطقة وبعدها بتفوق نادية في الحمام من تاني وبيفوق ألن كمان وبعدها بيروح الحفلة وهناك بيسأل مايك عن السبب اللي خلا بياترس تختاره هو على الرغم من انه قبيح ومش وافي فبيقوله مايك ان بياترس مخترتوش وانه مخترت ما تكونش معه هو وده لانها شايفة ان بياترس مريض عقلي وعنده مشاكل نفسية وكمان رفض المساعدة من الدكاترة وعشان كده هو كان مجرد مهرب لها من علاقتها بيه وبتقطعه من نادية واللي بتقول لألن انها حاسة ان كل اللي في الحفلة لهم علاقة باللي بيحصل لهم وده لان روث حزنت عليها في الخمستاشر مرة اللي ماتت فيهم وكمان الناس اللي في الحفلة بيقلوا في كل مرة بترجع فيها وما بيفهمش ألن قصدها وبيجي جوني يسالم على نادية واللي بتقوله انها مش هتروح تجيب الكتاب من بيت روث وانها هتزور بنته من غيره في الوقت ده بيلاحظ ألن اختفاء مايك فبيدخل غرفة من الغرف وبيلاقيه بيخون بياترس مع واحدة تانية لكن بيظهر ان الست اللي بيخونها معاها مش مهتمة لو هو مرتبط ولا لا أصلا وفي تاني يوم بتروح نادية اللي معادها مع جون وبنته وقبل ما تدخل بتتصل بشركة الغاز عشان تبلغ عن تسريب حصل في بيت روث وبيطلع جوني يستقبلها لكن فجأة بترجع نادية في كلامها وبتخاف ان بنته تشوفها وهي بتموت وتتأثر فبتقرر ناها تمشي في الوقت ده بيصحق ألن وبيلاقيه نفسه في بيت شخص غريب فبيرجع بيته وبيشوف نادية وهي مستنياه وفجأة بيقع عليهم وما الاتنين برميل ضخم من فول مبنى وبيموتوا صوى في نفس الوقت وبنفس السبب وبعدها بيصحوا تاني من الموت وبيتقابلوا في شاية ألن وبتبقى نادية متعصبة جدا وده لان حياتها وموتها مرتبطين بحياته موت شخص تاني وبتقول ألن انها لو في الجحيم نفسه مش يحصل معا كده فبيحس بالحزن وده لانه شخص حساس جدا وبتلاحظ نادية انه متضايق فبتعتذرله وبتقوله انها مش عايزة تكون مرتبطة بأي شخص عموما وده لانها عايزة تعيش وحيدة وحرة للأبد وبعدها بتقترح عليه يحاولوا يدوروا في حيات بعض عن حاجة مشتركة بينهم وبيعودوا سوا يحكوا عن حياتهم لكن بيظهر ان ما فيش اي حاجة مشتركة بينهم وفجأة بيقوم ألن من مكانه وبيجيب أدوات التنظيف عشان يمسح الوقع من سجارة نادية وبيظهر انه عنده هوس بالنظافة وبعدها بتلاحظ نادية كمية كبيرة من ألعاب الفيديو واللي بتبقى صممت لعبة منهم وبتسأل ألن عن رأيه فيها لكن ألن بيقولها انها أغبة لعبة شفة في حياته وده لان ما فيش اي مفر فيها من الموت فبتقترح نادية انهم يلعبوها سوا وبتقولوا انها متأكدة انه ما يعرفش يلعبها كويس وبتحاول نادية تكسب لكن من غير فايدة وبعدها بتسأل ألن عن اول مرة مات فيها فبيقولها انه مش فاكر فبتستغرب نادية جدا وبتسأله ازاي مش فاكر اول مرة مات فيها وده لانها كانت اهم مرة وهي اللي من عندها بدأت كل حاجة لكن ألن ما بيكونش فعلا فاكر فبتقرر نادية انها تاخده عند الطبيبة النفسية روس وبتطلب منها تعمله تنويم مغناطيسي او تتكلم معه بأي شكل عشان يفتكر حاجة في حياته لكن روس بتقولها انها محتاجة تتكلم معه الاول وده لانها ما ينفعش تمارس اي اساليب غير لما تكون عارفها كويس لكن ألن بيرفض المساعدة وما بيكونش مقتنع ان في حد يقدر يساعده اصلا فبتحكي له روس عن والدة نادية اللي كانت بتتصرف تصرفات غريبة جدا زي انها في مرة سمعت ان اللون المنافسجي بيخالي الانسان سعيد فقررت تلبس كل يوم نفس اللون لمدة سنة وبتحكي كمان انها في يوم لقيتها مكسرة كل مريات البيت وكان الازيس في كل حدة فبتقطع نادية وبتقولها ان الوضع ما كانش وحش للدرجاتي لكن روس بتقولها ان فعلا الوضع كان سيء ووالدتها كانت مضطربة فبيسأل ألن عن السبب اللي خال والدة نادية تكسر المريات فبتقول روس ان المريات هي انعكاس الانسان وهي الدليل على وجوده وعشان كده المعالج النفسي مهم وده لانه بيمثل انعكاس للانسان في المريات لكنها مريات بتتكلم معه وبتتناقش ومن غير المعالج النفسي الناس هتسمع قصص مش حقيقية عن نفسهم وساعتها وعمرهم هيعرفهم مين فعلا وبيقتنع ألن بكلام الطبيبة الأول مرة وبيوافق ياخد معها جلسات وبعدها بيخرج مع نادية وبيرجع في كلامه وبيقولها انه بيخاف من العلاج النفسي وبيحاول يقنعها بانها تتخيل ان عندها حساسية من العناكم وفاجأة لات قدامها مجموعة كبيرة منه متاملة فبتقوله انها كمان عندها حساسية من النحل لكن ده مش معناه انها تهرب لما تشوفهم فبيقولها ألن انه كمان عنده حساسية من النحل وفاجأة بيهرب كل اللي في المترو بسبب هجوم من النحل وبيموت ألن وناديا وبعد ما بيرجعوا بتقترح نادية انها تعيش معا اليوم اللي مات فيه وده عشان يفتكر الطريقة اللي مات بيها وبيوافق ألن وبيروح أول حاجة لبيت بيترس واللي بتبقى في الوقت ده بتتكلم مع مايك في التليفون وبيتنصت عليها ألن وناديا وبيسمعوها يا بتقول انها بتتمنى انه ما يطلبش ايديها النهاردة وبعدها بيخبط ألن الباب وبتفتح له بياترس واللي بتستغرب وجود نادية فبتطلب منها نادية انها تدخل الحمام وبعدها بتقعد بياترس مع ألن وبتقوله انها شايفة انه ممكن يبقى صحاب لكن مش اكتر من كده فبتخرج نادية تتخاني معاه وبتقول لها انه عمرها ما تلاقي راجل مخلص لها وبيحبها زي ألن وبعدها بتشتمها وبتاخد ألن وبتمشي وبيفرح ألن جدا لانه أول مرة يحس ان فيه حد بيدفع عنه وبعدها بيرحوا سوى لتاني مكان كان ألن فيه في اليوم اللي مات فيه أول مرة وبيلاحظ ان نادية لابس عقد دهب فبيسألها عنه وبيعرف انه دا من والدتها واللي كان عندها منه أكتر من 150 عقد تاني لكنها بعيتهم كلهم بـ 100 مليون دولار وصرفتهم كلهم وبيضحكوا سوى وبعدها بيقرروا انهم يروحوا البيت وبعد شوية بتصحى نادية من النوم وبتشوف حزاء ألن وبتفتكر الشاب المشرد اللي ما كانش معه حزاء فبتقرر انها تديل حزاء ده عشان يلبسه فبيشكرها الشاب المشرد وبيتمشى معاها فبتقرر نادية انها تديله عقدات دهب لانه بقى تقيل عليها وبيستغرب الشاب جدا لكنه بشكرها وبيمشي وبتروح نادية للماركت وهناك بتقف شوية مع فيران وفجأة بتشوف موقف مشابه للشاب بيوقع حاجات على الأرض وبتفتكر ان ألن هو نفس الشاب اللي شافته مع فيران في أول يوم ليها وبتأكد من فيران وبتسأله لو عنده صديق اسمه ألن وبتعرف انه صديقه المقرب فبترجع بسرعة البيت لكن بتلاقي ان كل حاجة مترتبة بشكل مبلغ فيه فبتتعصب جدا من ألن وبتقوله انها حتى كل حاجة في مكان الأسباب خاصة بيها وبتطرده برى البيت فبيرجع البيت وقا حزين وبيفضل يلعب اللعبة بتاعت نادية لحد ما بينام في الوقت ده بتقعد نادية مع رصه وبتبقى بتاكل فراخ وفجأة بتقاف العظمة في زورها فبتتخنق لحد ما بتموت وبعدها بتصحى نادية وبتروح بسرعة لألن وبتاعتذر له انها تخانقت معا قبل كده على الرغم من انه شخص لطيف دايما وبتطلب منه يكمله اللي هم بدأوه ويحاولوا يكتشفوا السبب اللي بيحصل لهم فبيقول لها ألن انه افتكره ومات قول مرة ازاي وبينهره وبيعترف لها انه رمى نفسه من فوق المبنى فبتتأثر نادية جدا وبتحاول انها تخافف عنه وبنرجع بالزمن لطفولة نادية في الوقت اللي كانت فيه مع إيلونور والدتها وبيظهر انها شخص مش متزن نفسيا وبتتخاني مع كل الناس وبتبقى بتعدي على كل محلات الفاكه عشان تشتري بطيخ وده لدرجة انه عربيتها كلها بتبقى مليانة بيه فبيقول لها واحد من البيعين انه ما عندهش مكان فبتتخاني معاه وبتقوله انه ما حاولش اصلا اليه مكان فبيستغرب البيع وبيسأل نادية اللي بتبقى طفلة صغيرة لو هي كويسة فبتتخاني إيلونور معاه وبتمثل قدام نادية انه بيحاول يفرق بينهم وبتطلب منها تدخل تشتكيل مديره فبتقولها نادية ما تتدايقش وده لان عندها حق وهو غلطان وبيظهر ان نادية كانت بتحاول تريح والدتها على الرغم من انها لسه طفلة وبنرجع لقلن اللي بيبقى فاكر انه هو السبب اللي حصل لهم بسبب انتحاره لكن نادية بتقوله انه مش هو السبب اللي هما فيه وبتفكره بأول يوم شافوا بعض فيه وساعتها كانوا سكران ومش فوق عيوه وبتحكي انها حست انه كان محتاج مساعدة لكنها ما بدرتش بانها تساعده وفضلت انها تروح مع مايك البيت وانها لو كانت ساعدته ما كانش قتل نفسه فبيقولها ألن انه لو ما كانش ساكران كان ساعدها ما تعملش حدثة بالعربية وتموت وانه ده معنى ان نظريته كانت صح وانهم بيتعاقبوا لانهم مساعدوش بعض لكن نادية بتقوله ان الموضوع كله متعلق بالزمن وان اللحظة اللي مساعدوش فيها بعض شابهها بالفيروس ولدخل حياتهم هما الاتنين وحطمها لكن ألن بيفضل مصمم ان الموضوع كله عبارة عن اعقاب اخلاقي ودلق انهم مساعدوش بعض فبتقرر نادية تشرح له بشكل مبسط وبتقوله ان علاقة الزمن بالاخلاق هي علاقة نسبية بمعنى ان نسبتهم عند شخص ليه علاقة بالتجربة اللي مر بيها وبتكمل وبتقول ان العالم اللي هما عايشين فيه عبارة عن 3 ابعاد ومحدش منهم يقدر يتخيل ان فيه بعد رابع وده معادة الكمبيوتر اللي بيقدر يوريهم صور بالابعاد الاربعة وبعدها بتفتح التلاجة وبتوريله وبرتقانها بايزة من برة وبتقوله ان البرتقانة دي في عالم الثلاث الابعاد هيشوفها دايرة وفي عالم الثلاث الابعاد هيشوفها كورة وبعدها بتقطع البرتقانة بالسكينة وبتقوله ان ده شكلها في عالم رباع الابعاد وبيتصدم ألن لما بيلايه ان البرتقانة سليمة من جوه فبتقوله نادية انها قالت له ان الزمن نسبي على حسب تجربة كل شخص وان في الحالة اللي هم فيها فهم بيجربوا انواع ونسب مختلفة من الازمانة وان في خط من الازمانة دي لسه موجود ولازم يرجعوله وبيفهم ألن ان اللحظة اللي كانوا مع بعض فيها في الماركت هو خط الزمن اللي لازم يرجعوله عشان يصلحوا كل حاجة وبيقتنع بكلامها وبيقرروا انهم يرجعوا سواء للوقت اللي كانوا فيه في الماركت بعد ما بيموتوا وبيخرجوا سواء من البيت وفي الطريق بتلاقي نادية نفسها وقفة قدام نسخة منها لكن وهي طفلة وبتتصدم نادية لدرجة انها بتدخل في نوبة قلبيه وبتموت وبيموت معها ألن وبعدها بتفوق وبتلاقي نفسها في حمام المدرسة اليهودية وهناك بتلاقي ان عدد اللي موجودين في الحفلة قاله بشكل كبير وبتعرف ان موتها ليه علاقة باختفاء الاشخاص فبتقرر انها تاخد مكسين وليتزي معها عشان ما يختفوش هم كمان وبتجبرهم ينزلوا معاهم من سلم الطوارق عشان ما تموتش على السلم التاني لكن اول ما بتنزل بتلاقي نسخة الطفلة وقفة قدامها من تاني فبتدخل نادية في نوبة قلبيه تاني وبتموت وبعدها بتفوق في الحمام وبتخرج تاخد مكسين وليتزي من تاني وبتبص حواليها وبتتأكد ان الطفلة مش موجودة فبتروح بسرعة للمحل اللي ألن مستنيها فيه وهيك بتشوف نسختها من تاني فبتقرب اكتر منها وفجأة الطفلة بتنزل دم من بقها فبتنزف نادية من مراخرها وبتموت وبيموت معها ألن وبنرجع بالزمن لحياة نادية الطفلة مع ايلنور مامتها في الفترة اللي بتقرر ايلنور فيها انهم ما يكلوش اي حاجة غير بطيخ وساعتها بتاعرف روس اللي بيحصل فبتروح تطبخ لناديا نوع أكل تاني عشان ما ينفعش طفلة تعيش على البطيخ بس فبتتعصى بايلنور جدا وبتدخل غرفتها وبتقفل الباب على نفسها وبتفضل تكسر في كل حاجة فيها وبنرجع لناديا اللي بتفوق في شقة ماكسين وبنلاقي ان كل ناس اختفت مع ده ماكسين فبتطلب منها تيجي معيها لكن ماكسين بترفض وبتصمم تفضل في شقةها فبتروح نادية لألن البيت وبتحكيله انها بتشوف نفسها يا طفلة وانها قول ما بتشوفها بتموت وانها حاسة كأنها قتيها فبيقولها ألن انها ممكن تبقى محبوسة بين الماضي والحاضر عشان كده بتظهر لها فبتعترف لها نادية انها عملت حاجات فطفولتها ما كانش ينفع تعملها فبيقولها انها لازم تصحح الوضع وهو كمان هيصححه وبعدها بيلبس خسط العجلة بتاعته وده عشان ما يتعرضش لأي حوادث وبيقرر ان يروح لبيت بيترس وهناك بيعترف لها انه فعلا كان غلطان لما رفض المساعدة ولما ما حسش بها في كل مرة كانت بتبقى عنه او بتحاول تقوله انها مش مبسوطة وعشان كده هو بيتمنالها انها تكون سعيدة في حياتها ومع اي شخص تختار وفاجأة بيجي مايك ومع ابنه الصغير وده عشان يعرفوا على بياترس فابي باركلوم ألن وفاجأة مناخيره بتنزف وفي الوقت ده بتروح نادية الروس وبتقولها انها السبب في موت والدتها وده اول ما وفقت انها تعيش معها وتسيبها وبتفكرها ان بعد سنة والدتها مادت من الحزن عليها لكن الروس بتطلب منها ما تلومش نفسها وده انها قالت للمسؤولة عن خدمات الطفل انها عايزة تفضل مع والدتها لكن الوضع كان واضح انه غلط وكان لازم تعيش مع حد تاني يرعوها وبتترجها انها تبطل تجري ورا الموت وتحاول تدور على الجزء الجميل في الوقت اللي عشته مع والدتها وفاجأة بتفكر نادية الكتاب اللي كانت بتحبه واللي كانت دايما بتقرأه لما بتبقى حزينة وبتقرر انها تاخد وتروح لمعادها مع بنت جون اللي بيبقى تأخر عليها فبتعود نادية مع الطفلة وبتديها الكتاب وبتقولها تفكر في شخصية قيملي في القصة وفاجأة بيخرج من بقها دم وبتتحول بنت جون لناديا الطفلة وبتسأل نادية الكبيرة لو هتخرجها من جواها وبيزيد الدم اللي بينزل من بق نادية وبيظهر ان فيه ازاز مكسور جواها وبتفتكر نادية الوقت اللي كانت والدتها فيه بتكسر كل مريات البيت وراس بتحاول تبنعها وبنرجع لناديا اللي بتنزف من عينها ومن مناخرها وبتنهارها على الارض وبتشوف نادية الطفلة وهي بتسألها لو هي مستعدة انها تسيبها تموت فبهز نادية راسها بالإيجاب وبتموت وبعدها بتسحى من الموت وبتلاقي نفسها في الحمام واول ما بتفتح الباب بتلاقي كل اللي اختفوا رجعوا تاني لمكانهم فبتفرح جدا لأول مرة وبتسلم على كل الموجودين وبتحتفل معاهم وبعدها بتقرر انها تروح لبيت قلن لكن بتكتشف انه مش موجود وفي الوقت ده بيبقى ألن في طريقه لحفلة نادية وبيبقى مبسوط جدا وبيسلم على الناس في الشارع وده على عكس طبيعته الانطوائية وبعد شوية بيوصل للحفلة وبيسأل على نادية لكن بيعرف انها مش موجودة فبيتكلم مع صحابها شوية وبيضحك معاهم وبعدها بيروح لمحل فيرن عشان يدور على نادية في الوقت ده بتوصل نادية لمحل فيرن وبتسأل على ألن وفي الوقت اللي ألن بيدخل في الماركت بيتغير المشهد وبتشوف نادية ألن قدامها وفي نفس الحال اللي كان عليها في أول يوم شافتها فيه واللي بيكون هو نفس يوم من تحاره وبيشوف كمان ألن نادية وهي واقفة قدامه ومعها مايك وبيظهر ان كل حد فيهم دخل في خط الزمن اللي كانوا بيتكلموا عليه وبيبقى الاختبار هو ان نادية تساعد ألن وتنقص حياته وكمان ألن يساعد نادية وينقص حياتها لكن بيكتشف كل واحد فيهم ان التاني مش بيكون عارفه وهناك بيصورها وهي مع مايك وبيبعت الصورة لبياترس عشان تتصل بمايك وتخليه سيب نادية لكن مايك مش بيرد على التليفون وبيدخل مع البيت فبيرجع ألن لمحل فيرن وبيترجي يتصل بناديا وبيخليه قولها الرقم اللي والدتها صرفته بعد ما باعت الدهب اللي معاها وفي زمن نادية بتبقى بتحاول تقنع ألن انها تعرفه وبتترجي يسيبها تساعده لكن فيرن بيطلب منها تخرج من المحل شوية وبيفضل هو مع ألن لحد ما بيخرجه ساهم من المحل وبيعوده في مطعم قريب فبتروح نادية وراهم عشان تمنع ألن من الانتحار وبعدها بتشوفه وراجع البيت لوحده فبتطلع وراه وبتقرر ناة تحكيله قصة لحد ماينام وتفضل جنبه وبنرجع لزمن ألن في الوقت اللي بيخلي فيه فرن يتصل بناديا وأول مايقولها عن الرقم بتتخض نادية وبتروح الماركت بنفسها وبتسأل ألن عن اللي يعرفه عنها فبيحكي لها عن نامتها وعن أن يعيد ميلادها النهاردة وعن أكتر من حاجة تانية هو بس اللي يعرفها وبتتخض نادية وبتخاف جدا منه وبتمشي لكنه ما بيفقدش الأمل وبيفضل ماشي وراها لحد ما بتشوف نادية مايك قدامها فبتعدله الطريق بسرعة وفجأة بتيجي عربية ناحيتها وعلى آخر لحظة بينقذها ألن وبتعرف نادية أن كل كلامه حقيقي لكنها ما بتكونش قادرة تستوعبه فبتعد الطريق وبتمشي مع مايك وبنرجع لزمن نادية اللي فجأة بتصحى من النوم وبتلاقيه ألن اختفى فبتتخض جدا وبتطلع بسرعة للسطح وبتلاقيه لي السواف مكانه فبتترجه ما ينتحرش وبتوعده أن لو رجع عن قرار الانتحار مش يبقى وحيد تاني فبيبتسم لها ألن وبيوافق انزل معاها في الوقت اللي بتقرر فيه نادية تسيب مايك وترجع لألن وبيمشي هما الاتنين سوا بعد ما قرروا أن محدش فيهم يفضل وحيد أو حزين تاني وبيقدروا يخرجوا من دوامة الزمن اللي عاشوا فيها الفيديو ده كتابته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا الملخصات الأنمال